السلام عليكم أنا أوجي معي دويس نحن مان تمان واليوم عم نعمل الري درافت لدرافت الـ 2018 صار لنا أكتر من خمس سنين من هذا الدرافت يا دويس الأسماء في منها برزت في منها فرطت في منها كانت متخاذلة جدا وفي منها فوقت كل التوقعات فحان الوقت نرجع نتطلع على هذا الدرافت شوف مين بستاهل يطلع مين بستاهلين كحش بره اللوتري رح ننقي أنا وياك أول 14 اختيار اللي هو اللوتري ورح نلعبها واحد واحد اختيار اختيار اليوم انت رح تبدأ بالاختيار الأول وأنا رح أكمل من بعديك درافت الـ 2018 لو صح لك اليوم ترجع تعيد درافت مين بيكون اختيارك الأول؟ بلا شك الاختيار الأول هو لوكا دونشيتش 100-100 طبعا ما فيها أي نقاش لوكا دونشيتش الدرافت الاختيار الأول بالدرافت الأصلي لوكا دونشيتش تم اختياره بالبيك الثالث كان فيه اثنين قبليو فأكيد أكيد نختار مش بس هيك كانوا المافز عندهم الاختيار الخامس عملوا تريد مع أتلانتا عشان يطلعوا للمركز الثالث وياخده لوكا أتلانتا اللي كان عندهم المركز الثالث نسلوا للمركز الخامس شوف في شغلة 100% تعلموها كل كشافين وإدارات الـ NBA من وراء لوكا دونشيتش ما عمرهم رح يستقلوا بلاعب بس عشانه كان يلعب بأوروبا قبل لما لاعب من عمر الـ 16 قاعد بدمر الدنيا بأوروبا ما تستقل فيه فيه سبب إنه عم بلعب ولد مع إزلام وقاعد بهيمن عليهم فمن وقت لوكا لليوم لما يشوفوا لعبين بأوروبا عم بيكسروا الدنيا ما رح يستقلوا فيهم وأنا معك بلا شك يا أخي الزلمة بموسم السادس فرست تيم أول انبيا أربع مرات أول ستار أربع مرات وأعلى سقف مش بس بالدرافت هاد بس ممكن بالتاريخ يأ إنه ممكن يكون أفضل لاعب بالتاريخ لهذه الدرجة لوكا دونشيتش مميز فأكيد هو الاختيار الأول بلا شك الاختيار الثاني كمان بلا شك لازم هذا اللاعب يكون تاني ما في أي شك منها شيء قلجس أليكزاندر يأ ما عند يعني ما حتى فكرت بالموضوع انت أخذت لوكا أول أنا قلت شيء تاني مية بالمية هلأ شيء بالدرافت هاد تم اختياره رقم 11 فيعني في عشر فرق شافته وما أخذته وهذا شوي متفهم الوضع لأنه بصراحة أرقامه بتجامعة ما كانت هالأرقام الكبيرة كتير وكل هالأمور هاي بس لعب موسم روكي كويس وكمان تم المتاجرة فيه لأوكي سي ثاندر لأنه كان مع الكليبرز ومع إنه أي حدا بترجع لهذاك الزمن وبتقول له اسمعوا هذا التريد اللي عندنا قدامنا كل الناس رح ترجع تعمل هذا التريد بس بعد اللي شفناه من الكليبرز مع بول جورج وكاوايل لانرد سنة ورا سنة كل البيكس اللي راحت لأوكي سي كل سنة ورا سنة عم بزداد سوء هذا التريد والتطور الخرافي جداً اللي عم منشوفه من شيء عم بخلي كل مشجع كليبرز ينتب شعاراته الزلمة حالياً توب 10 بالدوري سقفه MVP سوبر ستار بلا أي شك مستاهل يكون التاني يعني قبل ما يخلص العقد كواي و بول جورج واحد من اللعيبة اللي كان بالصفقة تبع كواي عشان هي صفقة بول جورج كان صفقة كواي و بول جورج صح فواحد من اللعيبة اللي تم حطوه بالصفقة هاي صار أفضل منهم اثنين هاي ما حتوقعها حتى أكثر الشيه ستانز الناس اللي كانوا مؤمنين بشيه وانه هذا سيكون اشي مميز ما توقعوا جيه الشيه ما حتوقع انه لها الأدة سيرفع مستوى ولو بتشوف مسيرته بعد الروكي سيزن تبعه كان 11 نقطة معدله بعدين لعب بـ OKC اللي هاي مع سنة كريس بول على السريع نطلع 19 يعني دوبل وبعدها طلع 24 24 بعدين السنة الماضي 31 ونص وهلا شكله هيكمل كمان فوق الثلاثين فأخذ القفزة من ستار لسوبر ستار وهاي أصعب قفزة بنشوفها وما هتوقع يعني لو ضلوا على الـ 24 و 25 نقول اه اوكي شايفين لاعب ممتاز اول ستار كل حكي هذا بس مرة واحدة دخل على الثلاثينات وهلأ صار سوبر ستار MVP كاندلت شيجرز أليكزاندر بلا شك صار هو الاختيار الثاني في درافت 2018 مين الثالث؟ لأنه أظن متفقين على الثالث بعدين رح تبدأ تخبس بعدين كل واحد رح يخش برأيه الثالث عندك مين؟ تري يونج 100% متفقين لازم تري يونج شوف فيه له عيوب على الجهة الدفاعية بس بلا شك هذا لاعب هجومي خرافي كتير مميز ما بخاف من اللحظة يعني قد رأينا له playoff run تاريخية إنه في ناس روحوا مسيرة كاملة ما بطلع لهم هيك playoff run بهاي الحماس بهاي الإثارة بهاي الذكريات إنه عنده في ذكريات خلاص ما حننساها لتري يونج اللي عملوا بمانسون سكوير غاردن بعدين لما فاز على لما دمر حياته بان سمنز لهلأ أظن إنه ما تعافى من اللي صار معه ضد تري يونج وفازوا على السيكسرز اللي هم كانوا كثير أبضل منهم وكانوا حيفوزوا على البوكس البوكس يعني ما كانتش سهلة سهلة يعني فهو بقدر لحاله هو بقدر يفوز مباراة لحاله أي مباراة على يومه فأنا أكيد بنحط لي يعني معدلاته لمسيرته مع الروكسيزين يعني 25.5 و 9.5 أسيست أرقام خيالية صراحة وكذا موسم عنده 28 و 10 يعني باسك المعدل هو تقريبا 30.10 أسيست بكل مباراة فأكيد هو بحطه المركز الثالث باتفق كل إشي أنت حكيته معك 100% غير التنين اللي أخدناهم فوقي ما في ولا حدا تاني بوصل للمستوى تابعه طيب هون بتعجق شوي فممكن تتفق معي ممكن ما تتفق معي بس أنا خياري الرابع رح يكون اللاعب اللي تم اختياره رقم 10 بالدرافت ميكال بريدجيز أوه والسبب اللي أنا عم باخده إنه نحنا عم نعمل ومسجل هاي الحلقة بعد ما صاري التريد تبعه للنتز فإفهمني رحكي لك ليش هو مع السنز كان من أفضل اللاعبين الدفاعيين بكل الدوري كل الدوري من أفضل البرمتر ديفندرز بكل الدوري لنطور حاله صار 3&D خرافي جداً أنت بتعطيه الكرة بالكورنرز رح يحط لك الثلاثية بس كمان عم بدافع على أفضل لاعب ليلي ورا ليلي ورا ليلي بطريقة كتير حلوة بعد ما انتقل للنتز شفنا التطور تبعه الهجومي كان فيه لمحات لما كان مع السنز بس مع النتز مرة واحدة عم بحط لك 50 نقطة 40 نقطة ما حط 50 بس 45 نقطة 40 نقطة اللي هو وعم بتشوف منه حركات هجومية بالميد رينج الاختراقات كل اللي عم بيعملوا ما كنا منشوفها معه بالسنز فطور هلأ أنا ما أظن إنه ميكال بريدجز ممكن يكون أفضل لاعب على فريق بربح بطولة بس إذا كان تاني أفضل لاعب بعد اللي شفته بعد التطورات ولسه عم بتطور بعد صغير بالعمر أنا 100% مختنع إنه بقدر يكون تاني أفضل لاعب على فريق بنافس وما أظن ضل بالدرافت كله لاعب يكون الأول أنت علي إنه عم نحكي نحن هلأ باقي اللاعبين كلهم تاني أو تالت ما في ولا واحد فيهم سوبرستار أول وبين كل هدول أنا باخد ميكال بريدجز تمام حلو حلو أنا كنت حاط ميكال خامس حلو بس أسمع هدول كان كتير صعب أنا من نسبة لي أربعة خمس ستة رح نحكي عنهم هلأ كتير صعب كنت أفرق بناتهم ولكن لو حطيتهم بأي ترتيب ما هتفرق معي ممكن إنه أناقش أي ترتيب فبعد ميكال لاختيار الخامس نحط جيران جاكسون جونيور باتفق أنا كنت حاط إنت كنت غالب ميكال بريدجز وجيران جاكسون جونيور وفي واحد ثالث كان بالميكس معهم اللي هو اللي أنا راح أخذه سادس أتوقع بس احكي شوية عن جيران جاكسون جونيور مدافع من النخبة بلوك بانتر هجوميا عم بتحسن كتير راح عليه كتير مبريات عشان الإصابة بس أعتقد هلأ عم نشوفه هجوميا عم بظهر بمستوى أعلى ما هيكون هداف بس هيخلي الهجوم يحترمه على الأقل مثلاي إنه إذا ما تقدر إنه مش ضعيف لدرجة هجوميا إنه ممكن تتركه فاضي على الخط الثري لا لازم تدافع عليه لأنه ممكن يستخلك خمسة ثريات بالمباراة هاي لحالها كتير مهمة عشان تفتح اللعب كتير وعنده لو بوست جيم مش بطالي بتحسن يعني ممكن يشيل عبئ هجومي على الهجوم بس مش كل ليلة إذا في مثلا هلأ جاء طالع مرات كان يشيل العبئ الهجومي وعلى الدفاع هو الاحتيار الخامس خليني أحكي لك ليش حطيت ميكال فوقي لأني فكرت فيهم هدول الثانيين تطوره أبطأ من اللي بديه جي 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 على الهجوم هلأ على الهجوم هو دخل على الدوري بيحكوا عنه ممكن يكون جود ثري بوينت شوتر ستريتش بيج بيقدر يكون له أثر كتير كبير على الدفاع حالياً هو جود ثري بوينت شوتر ستريتش بيج صار ربحان دفنسي بلاير فأثره على الدفاع خرافي جداً بس ما تطور أشياء تانية البلايميكين تبعه ما تطور الريباوندين تبعه تعيس 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 لواحد بطوله بحجمه بلعب بالمركز تبعه الهجوم تبعه ماشي عنده ثري بوينت شوتنج اللي إنت عم تحكي عنه تقدرش تتركه لحاله بس ما بتخاف منه ما بتخاف إنه بقدر يصنع لحاله تسديدة إمتى ما بده وباللحظات الكبيرة بيختفي شوي هذا الخوف الكبير عندي في إيو أو منه فإذا لم يماشي عمره 24 سنة لسا بيقدر يتطور بس ما شفت منه كفاية من 2018 لحد هلأ إني أخذه فوق ميكال بريجز التطور اللي شفته من ميكال بريجز أكبر بس هاي هي حق رقم ستة جيلن برونسون جيلن برونسون كان الاختيار رقم 33 بالدوري هل هو نفس اللاعب اللي أنت كنت عم تحكي عنه بتفكرني؟ لا بس قريب كان طيب صراحة مفروض مفروض يكون هو إنه مفروض يكون فوقي طبعا طيب جيلن برونسون نوع اللاعبين اللي كل فريق بده واحد زي هم يلعب معه الزلمة عنده شراسة عنده الويل باور عنده هالدرايف بده يفوز عنده روح التنافسية خرافية كتير والكشافين يا أخي مرات ما بيعرفوا كيف يعطوا قيمة لهالأشياء الزلمة يفاس بطولات ما بيعرفوا يقيمه القلب بالضبط مش عارفين هم بطلعوا على حجمه بطلعوا على سرعته بطلعوا على لايقته البدنية بس مش عم بيشوفه عقليته ما عم بيقيمه عقليته ما عم بيقيمه قلبه الروح القتالية تبعته زي ما لازم لأنه زي ما بقول لك في الجامعة فاس بطولات قاد فريقه لبطولات وهذا إله أثر على شخصية اللاعب بالضبط فكل هذا الحكي كتير حلو وغير هيك ورجانة إنه بقدر يربح لك سلسلة صار ربحان سلسلة بقدر يربح لك مباراة بقدر يربح لك سلسلة بقدر يقود فريقه ويشيلهم على كتافه ويقودهم للفوز مع إنه عنده المشاكل اللي هي طوله حجمه كل هالأمور هاي اللي مش رح تروح يعني للأسف الشديد فما بقدر أرفع فوق التانين بس كان اختيار دور تاني من رقم 33 بالنسبة لإلي بستاهل يطلع على الرقم 6 آه هاي أظن أكبر قفزة هاي في الدرافت صح؟ من الساكند راوند يعني طيب الاختيار السابع هو لاعب كان مخفي شوي عشان الـ Point Guard كان بلعب وراه كان واحد من الأفضل Point Guards في الـ NBA بس أول ما يفتحه له المجال أشوفنا منه مستويات خرافية اللاعب هو Anthony Simons أظن سلاح وجوه فتاة آه هاي فارق كبير أنا كنت حاطت 2-3 فوقي أحكي عنه شوي آه اللي شفت اسمع أنا عم بحكي من اللي شفته بعد ما ديم وسع له أوكي تسديدات ثلاثية ممتازة نسبة عالية جدا كان في فترة بتذكر خاصة آخر موسم الماضي لما ريحه ديم كان عم بسدد فوق 40% بخترق ممتاز نحن لسه ما شفنا أفضل نسخة منه أظن هلأ هذا الموسم رح نشوف أفضل نسخة منه عشان أول مرة حيلعب موسم كامل بدون ديمين لليرد وحيكون هو الفريق فريقه يعني هو حيستنم زمام الأمور حيكون عنده تسديدات أكثر حيكون عنده نسبة استخدام أعلى حيدر يورجينا كل الإمكانيات تابعونه عنده لياقة بدنية خرافية ربح دن كونتست هو صح صح ربح دن كونتست؟ آه صح سريع وأظن كان دن كونتست سيئة جدا بس المهم ليس بس سيئة كانت أظن كوفيد مش كانت سنت الكوفيد يمكن آآ آآ أظن نفخ الكيك أو إش هيك المهم فأعتقد أنه آنفاني سايمونس هو الاختيار السابع اسمع هو بيك تايم سكورر يعني هداف وشغلة دن كونتست مهمة ليش؟ لأنه بتورجيك قديش ليهاقة البدنية خرافية هذا إشي ما بتفكر فيه لما أنت تفكر بأنفرني سايمونس عفوان كتير بيقدر يسدد بيقدر يخترق بس بيقدرش يدافع وتحتاج تبني فريق حواليه بيقدر يغطي على عيبه الكبير اللي هو الدفاع هاي المشكلة معه بس أنا برأيي دوره المثالي بفريق أم بي اي سكس مان دوره المثالي إذا أنت بنيت فريق محترم جداً عندهم خمس أساسين بركبه مع بعض منيحه بتدخله كسكس مان رح يكسر الدنيا لأنه بيقدر فوق العشرين نقطة يكون معدله كسكس مان وما حدا رح يقدر يوقفه إذا شغلته إنت أدخل وهدف سجل ممتازة هلا أنا كنت حطه لتحت شوي فأنت أخدته بالمركز السابع أنا اللي كنت حطه سابع رح أخده بالمركز الثامن اللي هو مايكل بورتر جونيور هلا مايكل بورتر جونيور كان الاختيار رقم 14 وما كان نزل ده رقم 14 إذا ما كان صاير معه إصابات ظهره أيام الهاي سكول وبأول مسيرته الإصابات لعبة دور كبير معه غاب عن سنة كاملة يعني من البداية وحتى لما رجع صار معه أكمل إصابة وإلى آخره بس لما كان يلعب مش إنه ساعد حاله كتير دفاعه كان كارثي الـ IQ تبعه مش موجود الـ hustle مش موجود إنه هيك نايت بتحسه على الملعب ومش عم بيحاول مش عم بلعب بشراسة بجدية ومايك مالون والنوغتز كانوا مقاعدينه عدكة الاحتياط فبتحس إنه كان رح يصير فيه مشاكل بس تطور شوي شوي اشتغل ع حاله غطى على العيوب اللي موجودة عنده وحالياً ماشي مش مايكل بورتر جونيور اللي كانوا متوقعينه لما كان لسه بالثانوية عم بلعب بالـ high school بس مايكل بورتر جونيور جزء أساسي كان من فريق بطولة وبساعدهم بكتير أشياء ومشان هيك أنا بالنسبة للي رح أاخده بالمركز الثامن تعرفوني أنا كتير معجب بـ مايكل بورتر جونيور لسه بتحس إنه هنا ما تعافى من الإصابات اللي عانى فيها هو هيك حركته كتير ضهروا هيك عشان هم كان إصابات ضهروا عملوا عمليتين بضهروا لسه بتحس ما عنده هاي المرونة هيك حركته كتير هيك زي الروبوت شوي بس لما لسه عم بيعطيه هلأ دوره مع النوغيتز كمان منيح عشان بعرف يلعب مع نوكلا يوكتش تحسن إنه بسهل لعب عليه كتير بس أظن ما حنشوف النسخة اللي كانت موعودة من أيام الهاي سكول بس كمسدد ممتاز حجمه كبير عم بلعب دفاع أحسن هلأ فبساعد فريقي يفوز بطولة زي ما صار السنة الماضية يعني يمكن يكون تاد أحسن لعب أفريقي بفوز بطولة الاختيار التاسع ما بدي أختاره ولا أنا عارف بزاق مين رح تحكي ولا أنا بس لازم لازم نختاره هل لازم؟ هل فعلاً لازم نختاره؟ آه في صراحة لازم دفع شنالة تحت كفاية اسمع هذا السؤال هل دفع شنالة تحت كفاية؟ طيب عم نحكي عندي إنت حر ما بدي بدي أختار بروس براون ما بدي يا عشان اسمع هذا اللاعب كنا عم نحكي عندي أندري ايتن ما بدي أختار أنا أختار بروس براون طيب اسمع اسمع نحكي عن بروس براون لأنه سأخذ ايتن بعدها وبعدين نحكي عن ايتن طيب بروس براون اختيار التاسع لماذا بروس براون؟ عشان بروس براون حتى وقت مع النتس لما كان الفريق السيركس تبع هاردن وكي دي وكاي ري كان هو الوحيد المنتظم الذي عنده استمرارية كان يلعب سنتر كان يلعب سنتر طوله 6-4 طوله 6-4 يعمل pick and roll ينزل بالpaint يدنك يعمل rebounds ياخذ كل شيء السنة الماضية في البلاي اوفس كان لاعب ممتاز كان سبب رئيسي للنوغيتس كيف فازوا البطولة عمل كل شيء عمل كل شيء وظهر ورجعنا كثير أشياء إيجابية على الملعب على الجهة الدفاعية أو على الهجومية من ناحية تسديد واختراق وديفنس وهيكا شراسة وكذا 30 work بعمل كل الشهر ما حدا تاني يريده يعمله لاعب بدك إياه معاك في الحرب لما تخلو الحروب في البلاي اوفس بروس براون بروس براون بإختصار تتطلع على البروفايل تبعه من ناحية أرقام ما فيها إشي بس بيساعدك على الفوز صح وهذا أهم إشي بالآخر فماشي انت أخذت بروس براون بالاختيار التاسع للأسف الشديد لازم أخذ دياندري ايتن اختيار العاشر يا جماعة أخذني لازم كان الاختيار الأول ترى اختيار الأول بروس براون كان الاختيار رقم 42 فبصراحة هو أكبر قفزة مش جيلين برونسن اه صح من 42 لتاسع دياندري ايتن كان الأول والسبب اللي أخذوه أول لسه موجود يعني بدنياً خرافي جداً جسمه وحركته ولياقته الزلمة بحيط بتحسه إنه بتطلع عليه طويل وضخم بس كتير كتير لياقته بدنياً عالية فالناس كانت تطلع عليه بتحكي هذا ممكن يكون سفاح بالنبي اي شوف هال اللي هو دياندري ايتن بس للأسف الشديد ما عنده أسباب عقلية من كل اللعيب اللي حكينا عنهم لحد هلا واللي رح نحكي عنهم ترى عقلية انهزامية انهزامية جداً بس ما بعرف ما أظن فيه لعيبة تانين تحته يعني نحنا هلا بطلنا نحكي عن سوبرستار ودياندري ايتن زمان بطل فيه أمال إنه يصير سوبرستار ولا حتى ستار ولا حتى ستار بس كرول بلير إذا بس شد حاله شوي بقدر يكون رول بلير مؤثر بس آه هاي ما أظن هنشوفها إنه كان عنده فرصة ذهبية مع السنز ما ورجانا إشي وهلا هياته مع البلايزرز ما عم بعمل إشي بحس لما يجيبه على فريق قدما هو سلبي بيلنزل فريق معه بيلنزل مستوى الفريق لحد درجة هو هيك طبعه سلبي وعقليته سلبية رقم 11 رقم 11 أظن لازم ناخد كولين سكستن أنا كولين سكستن يا دويس ما كان حتى بالتوف ما كان حتى بالتوف عشان اسمع أنا لسه مش فاهم إيش صار بكولين سكستن أنت فاهم إيش صار بكولين سكستن كولين سكستن يا جماعة قبل سنتين كان معدله 24 نقطة بالمباراة 24 إيش صار بكولين سكستن ما بعرف انصاب دخل داريس جرانل محله الموصل البعده وبعدها خلاص صار إيش نسي يلعب كرة سلة خلاص طيلع كم معدل الأسيست تبعه؟ أسيست كانوا أربعة أربعة ونص ماشي بس كان يلعب بوينت كارد آه بس كان يسجل إنه إياه بتسجل لها ما هي بس بس هو هذا اللي صار أنا بدي أجاوبك ليش عم بسألك عن الأسيست لأنه كولين سكستن اللي صار معه كالتالي هم أخذوك بوينت كارد اكتشفوا إنه بقدر يسجل بطريقة سكور فرست بوينت كارد أكتر من ما هو بلايميك وباس فرست بوينت كارد بطريقة ما بتساعد الفريق بشكل عام لما دخل قاردلند شافوا البوتنشيل تبع قاردلند صار في الباككورت تبعهم التنين وقرروا إنه ما رح يزبطوه مية بالمية ما بوزبطوا التنين مع بعض كتير صغار بيعرفوش يدافعوا مع بعض كل هالأمور هاي قرروا إنه مستقبلهم مع قاردلند لما تاجروا بسكستن سكستن حطوه بدور السكستمان اللي بلبقله بصراحة بس كدور السكستمان ما عم بسجل أو ما عنده الكرة بين إيدي للدرجة اللي كان عنده إياها بأول سنين إلو مع كليفلند فمعدل التهديف تبعه نزل وهذا هو بروفايل اللاعب بصراحة ما أظن يتغير أكتر بخلص سكستمان أنا شايف إنه هذا هو الدور تبعه ومش شايف إنه رح يطلع أكتر من هيك مش دور سيئت علي بس كمان عادي أنا مشان هيك ما كنت حطوه حتى بالتوف 14 كان نازل عن التوف 14 رح أحكي لك مين رح أخذ بالمركز 12 مش رحكي عنه بكرة حالي أصلا أنا عم باخته بس 20 نقطة بالمباراة كمعدل أقنعوني مايلز بريدجز ومشي عنه مايلز بريدجز وخلص كمي طيب أوكي هذا الاختيار 12 أه اسمع 13 عندي كده اسمع 13 عندي ثلاثة وايت بويز أنا ما عندي ثلاثة وايت بويز عندي أنا هون يعيك اختلفنا كتير أوكي أنا أقول لك مين عندي عم فكر حالية عندي غريسين ألن وإنسان أظن كثيرا ويرتر، ديفين شنزو ومو واغنر إما هؤلاء الوايت بويز أو ويندل كارتر؟ أنا عندي ضل على القائمة تبعتي ثلاثة ولا واحد فيهم وايت بوي ويندل كارتر واحد منهم روب ويليامز خوفي مع روب ويليامز الإصابات ضل ينصاب 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 بس يا أخي لما يلعب دفاعيا مشكلة كثير واضح كثير واضح بس حطته على القائمة مش معنات أخدته وحطت اللي هو حسب أنت مين بتقرر أنا رح أخذه رقم 14 متشل روبينسون أوكي أعطيني اختيارك وأنا بعدين رح أكمل لك على متشل روبينسون طيب اسمع رح أخذ مو واغنر مو واغنر لا أحكي أول اختيار لا سوري ويندل كارتر ويندل كارتر اوه غيرت اوه لا هذا هو هذول الأربعة أخذتهم جون بعضهم مش عارف مين أختار لهلا مش عارف فخلي ويندل كارتر أول عشان عم بظهر تلك منيحة لماع الماجيك ويندل كارتر بيج مان بقدري يحط لك أكمل ثلاثية بالمباراة بلعب منيحة الجهتين صوليد صوليد بالضبط هي هايكل صوليد متشل روبينسون إذا هيك آخر اختيار باللوتري ليش بدي أخذ متشل روبينسون متشل روبينسون ترى كمان طالع من الدور الثاني كان ساكن راون بيك هدوميا إذا ما زد تيت له لوب حوالين الرم ينهيها ما رح يعمل إشي انسى بس عالدفاع صار متوحش صار متوحش أول مسيرته كان يرتكب أخطاء كتير بحاول يبلغ كل إشي وبيجي كتير بلوكات بس عم برتكب أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء فما بضل على الملعب هلأ صار يعرف يتحكم بنفسه وبأخطاءه ومع إنه البلوك نومبرز نزلت أثره الدفاعي طلع بمسك الدفاع لما أنت عم تطلع على نيويورك هالأيام والنيكس وكيف بلعبوه أثره الدفاعي واضح جدا ثبته بكيف عليه هذا يعني بكفي توم ثبته بكيف عليه وغير هيك عنده شغل كتير underrated إنه offensive rebounder خرافي هادوه معروفة كيف حكينا نحنا بالضبط كيف حكينا نحنا إنه بروس براون بعمل اللي بسموه all the dirty work بنيويورك ميتش روبنسون بعمل all the dirty work هو اللي قاعد بهاوش بطلع بحط سكرين برجع بركض يحاول اللم برجع بطلع بحط سكرين إذا ما سددوا برجع بلم الريباوند بهاوش كل حدا بتحكم بالديفنس هو الأنكر تبع الديفنس فمن النوع اللي أنت مع إنه عم تخسر عالجه الهجومية بوجوده لأنه ما فيه إشي تاني بس عم تكسب كتير عالجه الدفاعية من ناحية راحت بال وإذا طلع عندك حدا أنت عارف أنه راح يكون هناك راح يعمل الروتيشن صح راح يجي يخرب عليه راح يصعب التسديد على المهاجم فاستاهل يكون الاختيار الأخير بهذا الدفاع خلنرجع نعيد اختيار الأول لوكا ثاني شي ثالث تري يونج رابع ميكال بريجز خامس جارين جاكسون جونيور سادس جيلن برونسون سابع أنفرني سايمونز ثامن مايكل بوتر جونيور تاسع بروس براون عاشر للأسف الشديد دي آندري إيتن رقم 11 كولين ساكستن رقم 12 مهلز بريجز رقم 13 ويندل كارتر جونيور ورقم 14 ميتشيل روبنسون أبرز اللاعبين اللي ما تم اختيارهم عندك لاندري شامت لازم أذكر اسمه اسمع أنا لما شفت لاندري شامت بهالدرافت انسا أخذت فكرت شامت عمره أربعين سنة فكرتوا إنه من قديم طلع جديد هاد إسه إسه صغير طلع بالناحية طلع يكانوا باللوتري وطلعوا برا اللوتري تماما أبرزهم وأكبرهم طبعا الاختيار الثاني مارفين باقلي الثالث اللي كان اختيار كارثي من قبل الساكرمانتو كينغز عندك رقم 6 كان مو بامبا ما هتقرب على اللوتري بالريدرافت ما بيقرب على الدور الأول بالريدرافت عندك كيفن نوكس كان الاختيار التاسع طبعا ما تم اختياره وعندك واحد اسمه جيروم روبنسون ما عندي أي فكرة وين راح كان الاختيار رقم 13 بالدرافت زي ما هو صار كان مايكل بورتر جونيور هو الاختيار رقم 14 وآخر اختيار بالدرافت أحكيلك كان في أكم من لاعب بس لازم نذكرهم ديفونتي جرام كان عنده أكم موسم حلو روبرت ويليمز III انت مصاب كثير مو واغنر هلأ عم بلعب كثير منيح مع الماجيك أخو جرو هولدي أيران هولدي بظلوا يعمل تريدي يعني مش لاعب مش زي جرو هولدي أوكوغي جوش أوكوغي هلأ عم بلعب مع السونز وقايي ترينت جونيور طبعا فهدول كلهم بالدرافت بس في عندك لعيبة ما تم اختيارهم بالدرافت بالمرة بس هلأ عم بلعبوا بالإنبياء وبلعبوا أدوار كبيرة اللي هم لعيب الميامي هيت بس باختصار دونكن روبنسون جيب فينسنت كندريك نون وهيورد هايسميث أربع لعيبة من الحاوية ما حد اختارهم الهيت مسكوهم خطوهم بالنبياء كلياتهم هلأ عندهم وعم بلعبوا وصاروا بصفقات كندريك نون خرب بس طلق من الهيت بالضبط حتى هلأ هاي السنة عم نشوف جوش ريتشردسون اللي كان تم التجارة فيه مقابل جيمي قبل خمس سنين وراح لعب شوي مع دالس شوي بعرف شمين خلص منسي هلأ شوفوا مع الهيت كيف عم برجع عملي طالعة أكيد مع الهيت مش طبيعي مان هيت كولتور حلو يا جماعة خبرونا شو رأيكم بالريدرافت تبعنا من سنة 2018 تتفقوا ما بتتفقوا إذا ما بتتفقوا شو بتغيروا مين بترفعوا ومين بتنزلوا وشكرا لمتابعتكم ودعمكم زي دايما ويلا سلام ترجمة نانسي قنقر شكرا